اشتركوا في القناة كان النصب التذكري ومنصة الإبداع والابتكار وأيضا منصة ريالة الأعمال بالإضافة إلى ماراثن السلام بالدرجات تبدأ الجلسة الختمية بإعلان التوصيات المنتدة كما سيقوم السيد الرئيس بتكريم مجموعة من الشباب عقب ذلك مرحبا بك مرحبا محمد مرحبا بكم مشاهدين الكرام في ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2018 ومنتشر في نسختي الثانية برعاية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة كبيرة من الزخم كانت في هذا المنتدى على مدى الأيام الماضية عدد كبير جدا من الجلسات التي كانت تعقد في العديد مختلفة حقيقة أن هذه القاعات كانت دائما ممتلئة عن آخرها بالشباب والمشاركين الجميع كان حريصا على الحضور وكان حريصا على معرفة العديد من الموضوعات المطروحة عدد كبير من المتحدثين على منصات الخاصة بهذه الجلسات موضوعات أيضا متنوعة تنوعتنا بين السلام والإبداع والتنمية إفريقيا كانت حاضرة جدا في هذا المنتدى سواء من خلال المشاركة عدد كبير من المشاركين الذين سجلوا على الموقع الخاص بالمنتدى والذين حضروا المنتدى من إفريقيا أيضا الموضوعات كانت بتتعلق بإفريقيا بشكل أساسي وكان من بينها طبعا الأمن المائي نعم هذا بالحديث عن إفريقيا يعني أخذنا الحديث عن المحور الرئيسي لمنتدى الشباب العالم في نسختي الثانية لهذا العام من الرؤية المستوحى من كتاب الدكتور ميلاد حنة فيما يتعلق بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية أو للهوية المصرية والتي عدد خلالها بعض الأمور المرتبطة بالشخصية المصرية وإجمالا هي تأكيد على وحدة النسيج الوطني المصري والمجتمعي أيضا رغم التباين والاختلاف هذه الرؤية ربما تأتي انطلاقا من الدعوة إلى عقد جميع الفعاليات في هذا الإطار تقريبا والتي تتماهى مع ما يتحدث عنه دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منسبات عدة فيما يتعلق بالتأكيد على قوة وصلابة المصريين ووحدة النسيج الوطني وطالما أن المصريين متمسكين ببعضهم البعض ويد واحدة فلن يستطيع أحد أن يهزمهم أو مهما حيك لهم من مؤامرات يستطيعون أن يتصدوا لمثل هذه المؤامرات ولكن من خلال الوحدة والتماسك بقوة أيضا المصريون استطاعوا على مدار عصور طويلة أن يثبتوا للعالم مدى قدرتهم وقوتهم أيضا مهما تباينت الظروف أو اختلفت أو تطور الزمن أو حدث بعض الأمور التي ربما أحاطت بمنطقتنا العربية والإقليمية أيضا ولكن استطاع المصري أن يكون واعيا وبشكل كبير لما يدور ولما يحاك من مؤامرات ترغب في النيل من عالمنا العربي ومن منطقة الشرق الأوسط نعم مشاهدين عودة مجددا إلى منتدى شباب العالم هذا المنتدى الذي كان صناعة شبابية من الشباب وإلى الشباب لذا كانت الاستجابة قوية من كل شباب العالم من عدد كبير جدا من دول العالم تحضر هذا المنتدى نحن الآن بانتظار توصيات منتدى شباب العالم 2018 هذه التوصيات بالتأكيد أتت من حالة النقاش القوية والموضوعات العديدة التي طرحت هنا يلتقي قادة المستقبل وصناع المستقبل مع صناع السياسة للتعرف على العديد من الأفكار للتعرف على الرؤية المستقبلية فكما يتميز صناع السياسة بالحكمة والتروي يتميز أيضا الشباب بالطاقة والحماس والرغبة في تجربة كل ما هو جديد أيضا الشباب لديه التعلم التكنولوجي الجديد والاطلاع على كل ما هو جديد ومختلف من هنا ستأتي توصيات منتدى شباب العالم توصيات لكل شباب العالم لكل العالم خلال الفترة المقبلة كيف يصنع العالم سياساته ليس بعيدا عن هؤلاء الشباب الذين اجتمعوا هنا في أرواقة منتدى شباب العالم ليتعرفوا على أفكار بعضهم البعض على الرغم من الاختلافات الشكلية في هؤلاء الشباب لكن بالتأكيد هناك أرضية صلبة لهؤلاء الشباب هذه الأرضية بتعتمد على القيم الإنسانية الأساسية الأحلام الطموحات الكثير من الأفكار الذين تبدلوها هؤلاء الشباب كان لها تأثير جيد وطيب جدا على الجميع نعم هذا يعد انتماء مصر ربما وفق ما ذكرت لألقارة الإفريقية هو مستقبل واحد للأفارقة جميعا إذا ما أخذنا الموضوع بعين الاعتبار من خلال الجلسات والنقاشات وأيضا من خلال الأعمدة أيضا التي هي الأساس في أو العنوان العريض لهذا المنتدى أو مستوحى من هذا الكتاب الخاص بالدكتور ميلاد حنة رغم انتماء مصر لمنطقة الشمال المختلفة ديمغرافيا عن الجنوب إلا أن المصر تاريخا متأصلا في القارة السمراء مصر هي التي دعمت حركات التحرر الوطني في معظم بلدان إفريقيا إبان عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من هذا المنطلق يأتي إيمان مصر بأن العمق الإفريقي يحتلوا مرتبة كبرى لديها هذه المحاول ربما السابعة التي يقوم عليها المنتدى تتفق تماما مع رؤية وفلسفة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعيد تماما وحدة النسيج المجتمعي رغم التباين أو الاختلاف ويبذل كل جهده لبناء الدولة المصرية من الأمور المهمة أيضا أن مصر تعزز دورها في القارة السمراء عندما أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب العالم 2018 في دورته الثانية أو نسخته الثانية إنشاء مدينة شباب إفريقيا في مصر تلك الخطوة تعد بمثابة تطوير كبير للعلاقات بين القاهرة والقارة السمراء أيضا تضمن تعزيز مكانة مصر الإفريقية ويظهر هذا الأمر من توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاهتمام بقضايا القارة الإفريقية والمشروعات التي يتم إنشاؤها هناك وأيضا التوافق مع الكثير من الدول الإفريقية حول رؤى معينة تتعلق بوحدة المصير لهذه الدول إضافة إلى فتح أفاق للاستثمار وفرص عمل للشباب في القارة الإفريقية من خلال هذا الاستثمار نعم محمد إفريقيا كانت واحدة من الموضوعات الهامة من خلال هذا المنتدى لكن دعوني أذكر حضراتكم بنسخة منتدى شباب العالم لهذا العام والتي كانت مختلفة في وجود فعاليات وجلسات وحلقات نقاشية بإسلوب جديد وعرض مختلف حيث تنوعت هذه الجلسات بين حلقة نقاشية ومائدة مستديرة وورش عمل بالإضافة إلى العروض البصرية المتمثلة في الأفلام التسجيلية والقصيرة ومختلف وسائل وعروض التقديم من أجندة المنتدى كان هناك عدد كبير جدا من الجلسات هذه الجلسات كانت بتدور حول ثلاث محاور رئيسية في محور السلام تم مناقشة موضوعات مثل بناء الدول والمجتمعات في مرحلتنا بعد الحروب والنزاعات ودور قادة العالم في تحقيق السلام واجب المجتمع الدولي نحو تقديم المساعدات الإنسانية وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري والشركة الأوروب متوسطية أما في محور التنمية فتم طرح موضوعات تتعلق بأمن الطاقة والأمن المائي وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وقوة العمل التطوعي في بناء المجتمعات وأيضا أجندة إفريقيا 2063 أما المحور الثالث وهو محور الإبداع فتم استعراض موضوعات هامة تتضمن مواقع التواصل الاجتماعي حماية الخصوصية المواطنة الرقمية ودور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات وسبل بناء قادة المستقبل وسبل تقليص فجوة العمل بين الإنسان إذن هي رسائل مهمة يبعث بها منتدى شباب العالم في نسخته الثانية هذه رسائل إيجابية بالطبع تحمل وتوضح مدى قوة وصلابة مصر بأشقائها فاليوم من المنتظر أن يكون السيد الرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان الشقيق ضيفا على هذا المنتدى كضيف شرف وبعد بداية هذه الجلسة الختامية ربما التوصيات تحمل الخير بشكل كبير ونحن في انتظار خروج هذه التوصيات بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إذن بحديثنا عن الرسائل وعن إفريقيا وأهمية إفريقيا هناك اتجاه كبير للدولة بالتواجد في القارة الإفريقية من أجل الاستثمار هناك خلق فرص عمل للشباب محاولة لأن يكون هناك كيان اقتصادي سياسي كبير في القارة الإفريقية من مجمل هذه الدول الإفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر كان قد تحدث عن أمور مهمة تتعلق ببرلمان أو إقرار الرئيس يأتي بعد قيام مصر بإقرارها بتفعيل برلمان وادي النيل إلى جانب عديد من الشركات وأن مصر لا تدخل أيضا وسعا في العودة للقارة الصمراء وإلى الحضن الإفريقي فكرة أيضا إنشاء مدينة شباب إفريقيا في مصر ربما سيعزز مكانة مصر في القارة الإفريقية التي تعد قارة شابة وأن التكامل الاقتصادي والتكاتف لبناء كيان إفريقي قوي سياسيا واقتصاديا من الأمور المهمة ولا تأتي إلا من خلال الوعي الخاص بالشباب الذي يفهم المستقبل إذن ها هي مصر بعد أن أعلن السيد الرئيس عن إنشاء مدينة الشباب الإفريقية ومدينة الشباب إفريقيا هذه في مصر تعد خطوة مهمة لتطوير علاقات القاهرة والقارة الصمراء جميعها لضمان تعزيز مكانة مصر إفريقيا أيضا رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 يعزز أيضا بشكل كبير دور مصر ربما شكل كامل عندما تقوم مصر بطرح رؤيتها في إدارة الاتحاد الإفريقي وأيضا في تطوير الاتحاد الإفريقي وتعزيز وتقوية الروابط ووشائج العلاقات فيما بين الدول الإفريقية وبعضها البعض هذه المرة في المنتدى منتدى شباب العالم 2018 وفي هذه النسخة كل نسخة جديدة من المنتدى تجهد تطورا كبيرا ففي العام الماضي إذا كان الحضرين كان ثلاثة آلاف فهذه المرة يكتمع أكثر من خمسة آلاف شاب من قادة المستقبل بجميع أنحاء العالم يلتقون مع صناع السياسات لتبادل الآراء والخبرات وتقديم التوصيات العملية في موضوعات المنتدى السلام والتنمية والإبداع هذه الموضوعات بلا شك موضوعات مترابطة مع بعضها البعض كما نتابع مع حضرتكم الآن مشاهدين الكرام وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحضور ختام فعليات منتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية